اشتركوا في القناة المشاهدين الكرام محمد قبل من تسجيل صرح لي بأمور صراحة صعبة أنه عاني الكثير في أشياء تقول أنا ما عنديش فيها أنا ما عنديش فيها صلة ومشي طرف فيها وتم الإسائلية بشطة الطرق غادي يروي القصة ديرو مع المغاربة تبعوا معايا محمد سوف أحاول أن أجيد معك اللغة العربية لأنني كذلك أعلمه جدا أنك تجيد الدرجة المغربية يجب أن نواكبا نقاش بطريقة سليسة محمد العلاقة ديالك بالزوجة ديالك كيفاش انطلقت وكيفاش ما بعد تخلى لها هالتصدع بين زوجتك اللي يا فاطم الزهرة والأخوة ديالي من اللي من الأب العلاقة في الأول بغيتان كيفاش العلاقة ديالك بفاطم الزهرة باش بدات أخي يوسف أول حاجة قبل ما أبدأ بعلاقتي مع زوجتي أنا ببدأ بعلاقتي مع المغاربة حد ذاتها لأن أول شي أنا علاقتي مع المغاربة قبل ما أتعرف على زوجتي وعلى عائل زوجتي أنا في المغرب هني من 2003 أول مرة توطع رجلي المملكة المغربية اللي خيري وحبي لها مثل محبي لبلادي للمغارات وثاني حاجة بعرفهم حق الناس اللي مش عارفين محمد من وشو يسوي في المغرب محمد هو محمد عبدالوهاب حمادي إمارات الجنسية متزوج من إنسانة مغربية بسيطة من عائلة من أجمل العائلات اللي أنا تلاقيت فيها من المغرب وهو الطبع اللي تعودنا عنه في المغاربة نفسهم الطيب والأخلاق والكرم وعرفناها عن المغاربة والكرم اللي هي فاطمة الزهرة سلامة اللي تزوجتها ما كانت لا هي يوتيوبر ولا معروفة كانت إنسانة عادية حالها بحي أي بنت مغربية طبعا مو حانت تزوج وتكون أسرة تعرفنا عديها وتزوجنا وبها يحضر العرص مالها وكل شيء وجبنا الحمد لله بالعالمين رزقنا بالذرية الصالحة والله يرزق الجميع دابة نترق لك للسؤال علاقتي مع زوجتي هي قبل ما تكون زوجتي كانت صديقة صديقة دربي فترة طويلة عانيت في مشاكل معينة في شغله في بيتي طبيعة أي إنسان هي كانت موجودة معي كتفة بكتفي تزوجت في سن كانت يعني الفرق السن اللي بيني ويبينها حسستني إنه خليتها مثل بنتي تعرف الطفل الصغير اللي أنت تربيه بشقاوته بعناده بغواته وكل شيء تتحمله لغاية ما يوصل السن اللي هو أن يكون راكز صح ولا؟ أنا هذا الطريقة اللي تعاملت فيه مع زوجتي ولما تعاملت مع انسايبي اللي هوس محمد ومي رشيد بحياتي ما قلت لهم غير ببا وغير أمي اعتبرتم أمي وابوي لأن هذا تربيتنا نسايبكم أمك وابوك في بينك وبينك ندم في بينك وبينك محترام ما تخطى الحدود لكن لما يدخل الشيطان بالنص لا حول ولا قوته بلا أنا أقول لك يا باختصار خيرو الكلام المقلة ودل المغاربة عارفيني اللي تابعيني عارفيني واللي مش متابعيني بيعرفوني أنا ما دخلت المغرب هنا لعب ولا له أنا دخلت بعائلتي بصرتي دخلت بش أني أعيش ببسط المغاربة الطيبين الخلوقين لو ما كنت أنا أحب المغرب وأهل المغرب ما بتعلم لغتهم ما بتكلم في بيتي مع أولادي وزوجتي في المغربية الدارجة ديالكم وأنا ده بغن نطلع من اللغة ديالي الإماراتية وغن نتكلم معاك في الطريقة الدارجة ديالكم بش إنش كامل تفهمني أنا وصلت لمرحلة ما أتوقع أستاذ يوسف بسألك سؤال هل تتوقع أنا واحد يجي يقول لك عن أخو حاجة ولا يقول لك عن أخو حاجة كذب ما تتوقع على الأقل مش مجتمعنا هذي شواذ عن المجتمع مش المغربي المجتمع العام بشكل عام فعنما يكون جاي المغرب وفي بيني وبين زوجتي صدام ويطلع على السوشيال ميديا كنت حاب إنما أطلع في السوشيال ميديا إن يتقلون بيننا بخيطة بيض أجد أشخاص دخلوا عندي في الإستجرام وفي اليوتوب ديالي القديم يقولوا لي إحنا كان عرفهم ما قالوا لي خواتر لأن خواتر ما أنا عمر حاجة ما تلاقيت معهم أنا غنحاول ما أمكن سوف أحاول ما أمكن أن أعطيك السؤال الأول كيف ما كان نوع السؤال الأول يتعلق أنه في السابق كان لك اختلاف شيئا ما أو شبه تصدع بينك وبين الزوجة فقمت بنشر ذلك على مستوى الإستجرام هنا الأطراف اللي هي مع موضوع النقاش يستغلوا ويضر في حسب تصريحة الزوجة ديالك فلماذا فتحت هذا الباب أنت كسؤال لماذا لم يتم المحافظة على الأسرار بشكل سري بينك وبين الزوجة لأن أنا لما كنت صار المناقشة بيني وبين زوجتي أنا كنت خارج الدولة في مهمة عمل وزوجتي جت للمغرب فأنا تبعتها جت للمغرب يعني بحل الصداع هذا فلما حاولت تواصل معها كانت هنا فترة بداية حملها والوحام فكانت عصبية ومنرفزها فقلنا ندخل طرف ثالث اللي هو ممكن يكسر شيوكة الحرج اللي بيني وبينها وتقول لها قلسي وتكلمي معه فلما دخلوا عندي دخلوا عندي عن طريق أنك منهم فانز ما دخلوش أني خوات دخلوا عندي بحسابات فيك في حالة إذا لم يكن الأطراف لي ما موضوع النقاش نجيروحنا بأنك فتحت هذا الموضوع مع الرأي العام مع المغارب هل هذا صحي في نظارك؟ لا هذا غلط أخطأت أخطأت طبيعة الحال خطأ هذا ومش الغلط لأن الواحد يقول أن أخطأت بالعكس الأكبر حاجة الإنسان يقول يعترف في خطأة ويتعلم منها أكبر الناس وأكبر الجهات أخطأت من هنا انطلقت معاناة أخرى معطيات كلام يوسيء والطرف التاني هنا تخلقوا حتى صدع بينك وبين الزوجة للأسف الجهل 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 خلاهم موش يغلطون فيني بس أنا غلطوا حتى في دولتي في جنسيتي يعني أنا شو ذنبي في المشكلة هاي مثل ما فطم شو ذنبها أبوك أبوك تزوج ألمكم أنا تزوجت بنتا أنا شو ذنبي في القصة هذي كلها ولا زوجتي شو ذنبها أولادي شو ذنبهم تعيرون في أولادي تعيرون في أمي تعيرون في أبوي تعيرون في شرفي بعرضي أنا قتلكم أكثر من مرة وأرجع أقول لهم مرة ثانية من منبركم ياخي الأعراض خط أحمر أنتوا تقولون تخافون الله ماسكين كتاب الله وتحلفون فيه اللي يعرف كتاب الله ما يتوجه للعراض اللي يعرف كتاب الله ما يتوجه حق الأطفال هذا جهل ونجاكم جاهلا في نبأ فتبينوا هذا جهل أنا ما لومكم نعم في بداياتها التصدع بين فاطمة الزرالية زوجتك والأخا وديها من الأب أدم تحاول أنت أن تقوم بإصلاح هذا الوضع أو لضبط النفس وكذلك أن تكون صلة الرحم وتشوف الاختلاف إنه مكامل خلال في الموضوع معهم ومع كذلك الأب اللي هو وديها الفاطمة الزرالية دير خطوات إيجابية خلاصة القول اللي هي ممكن تخلي العائلة تستمر بدون إشكاليات وبدون تصدع وبين مشاكل المشكلة بالبداية من كانت 2019 حاولت أتدخل وبيني وبين زوجتي مش بيني وبينهم لأن الطرف الثالث أنا ما عندي علاقة فيه لا من بعيد ولا من قريب وحاولت كلمتها وكل شيء لكن لما أسمع ردود الفعل منهم كي يكبوا المازواط على النار يعني كل ما تجي أنت تبرد هم يطلعون يطلعون زيادة فقلت لا خلاص خلينا أنا بعيد منكم لهم أو أنكم أنتوا حاجة وحدة أبوش قاين في واجباته لأن أنا شفتها التعاونية قال لهم خذوها الدوة كي يصيفت واحد يعني شايفهم قاين في واجبك ما قدر أقول ليش ما قمتوا في واجبك ما نقدرش نقول ليش ما درتيش لأنني قاين في واجبه هنا وهناك لكن علاقتهم مع أخذتهم قلت لها صافي خليهم بعاد مثل ما تقول يا مرحبا يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي أنت في بلد هم في بلد ما تعرفي رب العالمين شي يوم يلاقيكم بالخير درت أسبوعك أولادي وعزمتهم وما جوش قلت لها مو مشكلة وصارت تبكي قلت لها مو مشكلة دوزيها الله يحنن القلوب لأيام جاية عرفت كيف ودوزي 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 لكن لما وصلت المرحلة أنه فرف الأرض والشرف والدين وهذا صارت خلاصة طلعوا عن المألوف ويا ريت أنه بيني وبينهم تعرف لو بيني وبينهم والله لو كان بيناتنا لو يجيبوا لي دابة كاسة تايو ودقل سماعي والله ما قننسى كل شي لو دقوا الباب الحين غنفتح لهم ونفتح لهم حولي ما عندي مشكلة ما كان نهزش في رأسي ما كان نهزش في رأسي آآ بالنهاية هذول خالات أولادي بالنهاية هذول خوات في زوجتي أنا غنقول لكم بس علي سبت لا طول عليك وتطول عليك الموضوع صار ما أخذ أكثر من بعاده صحو هلا أقول لكم شوفوا يا خلاد الناص أنتو كل ما قاعد زيدون قاعد ضررون نفسكم قاعد ضررون اباكم أنا واخدكم ما غن يضرنا ولا ولا غن ينقص منا ولا شيء بالعكس غنزيد نتعلق بعض واخي يكون شنون ما يطرأ أنا غنحيد حوايج ونغطيها واخي تحطوا لي تصورها في مكانة آآ زوجتي أمولادي راضي فيها قابل فيها بحسناتها بسيئاتها أنا قابل فيها وإذا كان شي حاجة أخرى بيني بينها بين أي بيت وبين أي زوج في مشاكل والسلام عليكم تهلف الوالدين ترى في يجي يوم يندفن بالتراب تتمنين بصرة ضاريت أنا قاقول لكم إياها وحلفان المصحف ترى والله العظيم مش سهل سيروا شوفوا بتكفار الذنب وليه خاف من رب العالمين ما يضرب الأعراض اضربي بكل شيء سبي شتمي أعراض الناس ونشلعبه أخ محمد شكرا لك أعطيتيني كلام واضح وانا أرجع أقول مرة ثانية أقول مغاربة أقول لكم شغلة واحدة أنتوا شعب ذكي وشعب لماح فأتمنى لما تأخذون من طرف تسمعون الطرف الثاني أنا شعب المغرب معروف عنا شعب لماح لما كنتوا شعب لماح ما كنتوا ولفتم ع بعضياتكم كلكم جميع الطبقات مول فهم بعضها ولما كنت أنا أحب المغرب ما تعلمت الدارجة المغربية ولكن دخلت المغرب هذه من أساسه ولا اتزوجت منه وكونت أسره بيني بينها واللي أهم من هذا كله علاقة الإمارات الذي تكلمون بإمارات الإماراتية علاقة الإمارات مع المغرب علاقة من أثر الزمل لدرجة أن الدرهم المغربي هو الدرهم الإماراتي شكرا لك مشاهدين الكرام كما تبعتم معنا الحوار شيق مع الأخ محمد إماراتي والبلد الثاني بطبيعة حاله هو المغرب في خضم الموضوع ما يستهويني في النقاش معه هو جملة اللي قال قال لي في خضم الموضوع هالإشكاليات وهالنعوت اللي هي شيء أنا ما مسئل الزوجة دي لن تزيدني إلا حبا وعشقا لها يعني هناك تكون المقولة دي المصائب وقومين عند قومين فوائده مشاهدين الكرام تمنينا في الموضوع ألا يستمر فيها التصدع ولما لا أن تكون جلسة حوار بالأطراف رغم أن الموضوع صعب بشكل كبير لأنه وصل القضاء في شرف في كلامنا بيساقط في الرأي العام تشير وأمور أخرى مشاهدين الكرام استمعنا في الفيديو الأول والطرف الأول الفيديو تاني بطبيعة الحال الطرف تاني اللي هو الأب والأم وفاطم الزرى اليوتيوبر والإمارة الزوج ديالة كما يبقى الحق والطرف موضوع النقاش الأول اللي هو رابعة وكذلك لابنة ديالة توريا إذا تبين لعكس هذا الكلام يبقى لها الحق في التعقيب ونحن راه الإشارة لذلك مشاهدين الكرام نحن نتتبع لدي ملف وسوف نوافقكم دائما بالجديد مشاهدين الكرام التعليق المواطن شكرا لكم